ومنذ بداية أول فصل تشريعي للانتخابات الوطنية فإن الشباب البحريني أثبتوا أنهم قادرون على الترشح في المنافسات الانتخابية القادمة لا سيما وأن منهم من نجح في الوصول إلى قبة البرلمان أو الكرسي البلدي فضلا عن أن الكثير منهم كسبوا خبرات ومهارات عدة عبر انتخابات مجلس الطلبة الجامعية تلك البوتقة التي احتضنت الشباب وسعت في إحماء فكرهم لتصل بهم إلى مرحلة النضوج بالعمل السياسي والاجتماعي وغيره شباب الأمس قادة اليوم ومملكة البحرين منذ القدم تألقت بشبابها الذين كانوا ولا زالوا عماد الوطن في مختلف المجالات ومع اقتراب العرس البحريني الانتخابات الوطنية فإن عرسا مصغرا آخر عاشه أولئك مسبقا الانتخابات الجامعية فأثرت تلك التجربة حياتهم وصقلت فيهم مهارات عدة وأوغلتهم فيما هي الأعمال السياسية والاجتماعية وغيرها جامعة البحرين سمحت لي أني أنا أختلط بالمسيرة الانتخابية الموجودة في الجامع نفسها وهذه الشي اليوم هيئني أني أنا أمسك بكل شرف رئيس قسم الفعاليات والتواصل في انتخابات البحرين لسنة 2014 و2018 المسيرة اللي كانت في الجامعة أضافت لي كثير هيئت لي خلتني أنا تعود على الأجواء الانتخابية على الثقافة الانتخابية على نوعية المشاركة اللي لازم احنا نشارك فيها مساهمة في التطوير والإنجازات والمسيرة الديمقراطية اللي تشهدها مملكة البحرين ذلك الحقل لم يكن غير بوابة لجيل الشباب الذين يراهن الزمن عليهم كيف لا وقد بدأوا في تقلد المناصب والمسؤوليات انتخابات مجلس طالبات جامعة البحرين هي أحد المخرجات المهمة للمشروع الإصلاحي اللي حضرت عاهل البلاد المفدى حفظه الله وأعتقد أننا كنا محظوظين أننا نحظى بهذه التجربة الفريدة اللي أكيد استفادنا منها كثيرا في ذلك الفترة ونعاكست على حياتنا حاليا من الخبر الميداني اللي حضينا بها في جامعة البحرين في الانتخابات الطلابية بيّنت لنا أن العملية الانتخابية دائما تتكرر وتتجدد في الشباب يخرج جيل ويدخل جيل وإن شاء الله الخير في الشباب القادم للمجلس النيابي الانتخابات الجامعية تلك ومجلس الطلبة فيها ليس سوى برلمان صغير ونوات للانصهار في العملية الديمقراطية التي يقود سفينتها بكل حكمة وحنكة عاهل البلاد المفدى مجلس الطلبة أتوح لي الفرصة أن أكتسب خبرة إدارية في إدارة مجلس ومجلس الطلبة عبارة عن برلمان مصغر للانتخابات النيابية نكتسب من خلال خبرة حق إن شاء الله إذا في المستقبل نرشح روحنا حق الانتخابات النيابية أمثل كلية دورة العمان والتي تفات من مجلس الطلبة بالنوحية الاجتماعية والسياسية والتي إن شاء الله ساعدني أن أثبت وجود المرأة البحرينية يمكن من خلال المجلس النيابي أو البلدي آلاف من الشباب في هذا العام سيصبح لهم الحق في التصويت لأول مرة وآلاف آخرون أصبحوا في محل المسموح لهم الترشحة لهذه الاستحقاقات الوطنية انتهاء المرحلة الجامعية بما فيها من تحديات ومكاسب ليست النهاية بل هي فاصلة لمرحلة أخرى بها نضوج أعمق وعمل أكبر في شتى الميادين لتلفزيون البحرين صالح يوسف